السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحباء الصغار درسنا اليوم لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الابتدائي وحدة عائلتنا الدرس الأول بعنوان حرف الباء أولا الاستماع هيا نتأمل هذه الصورة في دقيقة واحدة ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ نعم ممتاز رائع نشاهد سجادة مستطيلة كبيرة عليها طاولة مستطيلة وأيضا هناك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة مقاعد ويوجد أيضا على الحائط لوحة كبيرة وأيضا كم عدد أفراد الأسرة؟ لنعد معا أفراد الأسرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كم عدد أفراد الأسرة؟ ممتاز خمسة وأيضا ماذا نشاهد؟ نعم هناك مزهرية وطاولات مستديرة ممتاز رائع أين يجلسون؟ هيا لنفكر أين يجلس أفراد الأسرة؟ هل هم في غرفة الطعام؟ أم في غرفة الجلوس؟ أحسنتم إنهم في غرفة الجلوس الآن لننتبه جيدا لأننا سنستمع إلى نص جميل ثم نجيب عن أسئلته لنستمع معا إلى النص هذه أسرتي بدر يحب الرسمة رسم بدر أسرته جاء صديقه محمد وشاهد الرسمة قال بدر هذا أبي جابر وهذه أمي بدور بجانبها أخت الصغيرة رحاب وهذا أخي الكبير باسم وهذا أنا قال محمد رسمك جميل يا بدر قال بدر شكرا يا محمد بعد قليل ستستمعون إلى النص مرة ثانية هذه أسرتي بدر يحب الرسمة رسم بدر أسرته جاء صديقه محمد وشاهد الرسمة قال بدر هذا أبي جابر وهذه أمي بدور بجانبها أخت الصغيرة رحاب وهذا أخي الكبير باسم وهذا أنا قال محمد رسمك جميل يا بدر قال بدر شكرا يا محمد الآن لنستمع إلى هذه الجملة ثم نجيب عن السؤال رسم بدر أسرته ثالثا أستمع ثم أجيب الآن لنستمع إلى هذه الجملة ثم نجيب عن هذا السؤال رسم بدر أسرته رسم بدر أسرته أضع دائرة حول الصورة التي رسمها بدر يا ترى ما هي هذه الصورة؟ ولكن دعونا نتذكر هذه دائرة أين أرى الدائرة؟ ممتاز أحسن تام نحن نرى الدائرة في عجلة الدراجة الهوائية وأيضا في عجلة السيارات وأيضا ممتاز في الساعة الدائرية نحن الآن نعرف شكل الدائرة هيا لنرسم معا في الهواء شكل الدائرة ممتاز هذه دائرة لنعود إلى السؤال أضع دائرة حول الصورة التي رسمها بدر هل هي بطة؟ أم نخلة؟ أم أسرته؟ ممتاز رسم بدر أسرته بارك الله فيكم والآن حان وقت السؤال الثاني دعونا نستمع أولا إلى هذه الجملة هذا أبي جابر وهذه أمي بدور بجانبها أخت الصغيرة رحاب وهذا أخي الكبير باسم وهذا أنا ولنستمع إليها مرة أخرى قال بدر هذا أبي جابر وهذه أمي بدور بجانبها أخت الصغيرة رحاب وهذا أخي الكبير باسم وهذا أنا والآن مع السؤال الثاني ألون عدد أفراد أسرة بدر هل هم ثلاثة؟ أربعة؟ أم خمسة؟ لنتذكر قال بدر هذا أبي جابر وهذه أمي بدور بجانبها أخت الصغيرة رحاب وهذا أخي الكبير باسم وهذا أنا كم أصبح عدد أفراد الأسرة؟ خمسة ممتاز لنلون معك العدد خمسة أنا لونت التفاحة باللون الأخضر هل قمت بتلوين التفاحة باللون الأزرق؟ لا هل لونت التفاحة باللون الأحمر؟ لا هل لونت التفاحة باللون الأسود؟ لا أنا لونت التفاحة باللون الأخضر الآن لنستمع إلى هذه الجملة مرة أخرى قال بدر هذا أبي جابر وهذه أمي بدور بجانبها أخت الصغيرة رحاب وهذا أخي الكبير باسم وهذا أنا هيا معا نتعرف على أسرة بدر أصل أفراد الأسرة بأسمائهم لدينا مثال الولد الأصغر هو أبدر الأب اسمه جادر ممتاز أحسنتم الأم اسمها بجور بارك الله فيكم والأخت اسمها رحاب أحسنتم عمل جيد والآن دعونا نسترجع ونتذكر منهم أفراد أسرة بدر الأب جابر الأب جابر الأم بدور الأم بدور الأخ الأكبر لبدر اسمه باسم أخي الكبير باسم الولد الأصغر وهو المتحدث بدر الأخ الأصغر بدر أما أخت بدر اسمها رحاب ممتاز أخته رحاب والآن أستودعكم الله انتهى درسنا لهذا اليوم دعوني ألقاكم في دروس أخرى مع السلامة أشتركوا في القناة شكرا